بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابتر الثاني بعنوان Drawing Perpendicular Lines رسم الخطوط العمودية سوف نحاول الإجابة على السؤال الأول How to draw the line perpendicular to a given line at a given point on the line يعني إيه؟ هنا عندنا خط وعندنا نقطة موجودة على الخط عايزين نرسم الخط العمودي ليمر على النقطة C بطرق مختلفة هنا هنشرح الطريقة الأولى اللي هي ايه؟ اللي هي Revolved or Revolved Method في الطريقة هذه هناخد المثلث ونضعه تحت الخط الأول بعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول والخطوة الثالثة نشيل المثلث الأول ونعمله إيه؟ لفة عشان تيجي الزاوية العمودية اللي هي زاوية 90 درجة مع المثلث الثاني وكده ممكن نرسم إيه؟ الخط العمودي بتاعنا بكل بساطة على الخط الأول ويمر على النقطة C دي تسمى Revolved Method في طريقة ثانية عشان نرسم الخط العمودي على خط اللي هو معطى ويمر على النقطة C اللي هي نقطة On The Line هذه الطريقة اسمها Adjacent Sides Method في هذه الطريقة هنجيب المثلث ونضعه تحت الخط بتاعنا بعدها هنجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول ده المثلث الثاني بتاعنا الخطوة الثالثة بكل بساطة نزيح المثلث إلى النقطة C وبعدها نرسم الخط بتاعنا اللي هو الخط العمودي على النقطة C هنا هنستعمل الكمباس الفرجار Using Compass عشان نرسم نفس الطريقة خط العمودي على خط معطى ويمر على نقطة موجودة A On The Line النقطة C هنا هناخذ الفرجار ونفتحه فتحه R1 ونركز في النقطة C ونرسم القوس بتاعنا ده القوس ده هيعطينا نقطتين تقاطع مع الخط النقطة A والنقطة B الخطوة الثانية هنفتح الفرجار فتحه R2 وده شرط لازم يكون أكبر من R1 يعني لو كان R1 يساوي 10 سنتيمتر لازم تكون R2 أكبر من 10 سنتيمتر ونرسم القوس بتاعنا ده بنفس الفتحه هنروح للنقطة B ونرسم القوس الثاني وكده تحصلنا على نقطة التقاطع دي النقطة التقاطع هنسميها D وبكل بساطة الآن نجيب المسطرة ونوصل النقطة دي بالنقطة C دي طريقة الفرجار عشان نرسم خط عمودي على خط ثاني بيمر على نقطة موجودة على الخط بتاع هنا هنحاول نرسم أو نجاوب على السؤال الثاني how to draw the line perpendicular to a given line from a point not on the line يعني هنا عندنا خط مكة معطة وعندنا نقطة بره الخط عايزون نرسم ايه الخط العمودي اللي مر على النقطة C وعمودي للخط بتاعنا اللي هو المعطة هنا كمان فيه طرق مختلفة هنبدأ بالطريقة الاولى اللي هي adjust synthesis method هنجيب المثلث بتاعنا ونضعه تحت الخط وبعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الاول بعدها نزيح المثلث الاول الى النقطة C وكده ممكن ايه نرسم الخط العمودي بتاعنا دي طريقة سهلة عشان نرسم الخط العمودي اللي مر على النقطة C فيه طريقة ثانية اللي هي ايه اللي هي الكمباس الفرجار النقطة دايما هي بره الخط وعايزين نرسم الخط ايه العمودي هنجيب الفرجار ونفتحه فتحه R1 بحيث لو رسمنا الجوز بتاعنا نتحصل على ايه على نقطتين تقاطع مع الخط اللي هو كمواطة ال A وال B بعد ما رسمنا الجوز بتاعنا وتحصلنا عن نقطة A والنقطة B نفتح الفرجار فتحه R2 ونروح نركز في النقطة A ونرسم ايه الجوز بتاعنا لنفس الفتحه R2 نروح للنقطة B ونرسم الجوز الثاني وكده تحصلنا على ايه على نقطة تقاطع هنسميها D بعدها بكل بساطة نوصل النقطة C بالنقطة D وكده تحصلنا على الخط العمودي المطلوب ترجمة نانسي قنقر